بعد كده هبتدي اتحرك تحت الجزء التاني اللي احنا محتاجينه نضيفه اللي هو الجزء بتاع المباريات فهارجع تاني برضه على الفيزيول ستوديو هنا جوه البيتج بتاعتنا اتحرك تحت شوية هنا هو كان كاتب المباريات انا هخليها مباريات اليوم بعد كده هنا هو ضاي فرو بعد كده جوها كلاس واخد الاثناشر كولوم كلهم فانا هارجع الاول على الابي اي دوكيومنتيشن دي الاند بوينت التاني اللي احنا محتاجين نستخدمها برضه بيقول لك كومبيتيشنز بعدين بتديروا الاي دي بتاع الكومبيتيشن اللي احنا قلنا عليه الو سي او الالفين وهنا عندك في مجموعة من الابيشنال بارامترز ممكن تبعت date from two ممكن تبعت الستيج اللي انت محتاجها ممكن تبعت الستيتس الماتش دي لو تفتكر كان الماتش دي بتاع اول اللي روه عندنا او اول ماتش في كل مجموع اللي هو كان ماتش دي وان لو انت عاوز الماتش التاني يبقى اتنين وهكذا ممكن تبعت الجروب نفسها ممكن تبعت date from two فهبعت ال from طاريخ النهاردة وال two برضو طاريخ النهاردة فبالتالي هجيب ماتشات النهاردة وبس لو انت حابب تجيب ماتشات البطولة كلها ممكن تجيبه ومحنا بس نتكلم في الفكرة المهم هنا انك طبعا تبعت البرامتر زيد نفس الاسامي فانا هرجع تاني على postman ممكن اعمل دي ديت هقول له هنا دي ديت تاب وهقول له هنا محتاج اروح على ماتشز هغير ديت هخليها ماتشز كده بعدين هضيف two بارامترز اللي هم موجودين عندي جوه الدوكومنتيشن عندي واحد اسمه date from وdate to هرجع هنا تاني date from تعالى نجرب هنا نكتبه بشكل مختلف شوية اللي هم استنين كده مثلا واقوله هنا برضو date ولكن to واحط نفس الvalue تعالى نجرب نعمل send دلوقتي كده هتلاحظ نوع بيقولك ان الdate بتاعك مش مزبوط هو محتاج يكون year 4 ارقام بعد كده month رقمين بعد كده اليوم رقمين فانا هضيف مسلا تاريخ امبارح اللي هي اخر موتشات اتلعبت فهقوله هنا 20 22 dash 11 dash 23 هاخد ده هنا كده copy paste تعالى نعمل send تلاحظ هنا دي result اللي راجع لك برضو عندك الفلترز برضو عندك هنا الvalues تاعة الcompetitions بعد كده بدل ما كان عندنا standings عندنا matches فالماتشز هنا جواها الvalues برضو اللي احنا محتاجينها لو اتحركت تحت هنا كده مسلا ده كان الموتش بتاع المغرب فقالك ده الhome team وده الaway team المغرب هي كانت الhome وكانت بترعب كرواتيا كانت الaway وهنا عندك key تاني اسمه score جاب لك من الwinner قال لك draw ماتش خلص تعادل الماتش خلص في الوقت الطبيعي بتاعه دي values برضو احنا مش محتاجينها مش مشكلة فيها وقال لك هنا ال full time الhome team كان جايب كام والaway team كان جايب كام وفي الhalf time كان كل فريق كان عامل كام لو اتحركنا مسلا على match كان في نتائج مسلا ممكن نجيب موتش تاني مثلا زي المانيا فانا قال لك ان الhome team كان المانيا دي كل ال values بتاعتها والaway team كان اليابان وده ال score قال لك ان الaway team هو اللي كسب كان الhalf time اللي هي ال value اللي تحت دي كان الhalf time الhome كان كسبان 1-0 وفي ال full time بقى الaway هو اللي كسبان 2-1 فانت كده دلوقتي بقيت عارف الشكل عامل لزي زي ما عملنا بالزبط مع الجزئية اللي فاتت بتاعت ال standings هنعمل بالزبط هنا مع الجزئية الخاصة بالmatches فممكن اول جزئية اتعمل معها اللي هي اخر جزئية اللي هي ال half time ديت اللي هي الجزء بتاع ال half time وال full time دي ممكن ارجع تاني على ال visual studio وهاجي هنا كده جول DTOs هضيف برضو DTO جديد ممكن نسميه مسلا interval score يعني اعتقد الاسم كده كويس الى حد ما DTO تعال نشوف بالزبط شكل ال object ده المفروض يكون عامل ازاي عندنا على postman هو هنا عنده two values واحدة home واحدة away الاتنين دول عبارة عن integers وممكن برضو تستخدم byte مافيش مشكلة فانا هاجي هنا هقول له property هيكون نوعها integer سميها home والتانية اسمها away ولكن خلي بالك هنا من نقطة مهمة جدا away هنا نقص ايه ولكن خلي بالك هنا من نقطة مهمة جدا لازم الاتنين دولة يكونوا nullable لان في حالة ان الماتش ده لسه ما بدأش بتكون ال values دي بنل فانت لو الانتجر دي ما كانتش nullable هيحصل عندك error فخلي بالك من النقطة دي علشان ما حصلش عندك بس exception فده كده اول جزء موجود عندنا الجزء اللي بعده اللي موجود على postman لو طلعنا هنا دي موجودة جوا حاجة اسمها score وسكور دي جواها الفول تايم والهاف تايم اللي هما نوعهم interval score والtwo values دولة احنا برضو مش محتاجينهم ولو انت حبيب مسلا تخلي ان التيمي الكسبان يظهر بلون مختلف والنقطة داية ممكن برضو ان انت تزود اجزاء من عندك لكن احنا عاوزين نوصل للجزئية البسيطة اللي احنا عاوزين نشرحها علشان ما نطولش وقت الفيديو قوي فهارجع تاني برضو على الفيزيوال ستوديو هضيف دي تي او تاني هنا ممكن اسميه score دي تي او وده هيكون موجود جواه اتنين بس زي الانتيرفل score ده اعتكر بس اسميهم من هنا كان عندنا فول تايم وهاف تايم فهاجي هنا اقول له عندي هنا انتيرفل score دي تي او اسمه هاف تايم الشكل ده والتاني كان اسمه فول تايم برضو كده تعالى نروح تاني على postman تحرك هنا الجزء اللي فوق ده عندنا هنا اوي تيم والهوم تيم ده بالزبط نفس الستركشر بتاع الدي تي او الاسمه تيم اللي احنا عاملينه فممكن نستخدم نفس الدي تي او مش محتاجين نكريات دي تي او جديد لان هو هو بالزبط وعندك هنا برضو اسمها لست اوب ديت وعندك الجروب لو انت عاوز تكتب الجروب برضو بتاعت الماتش ممكن تكتبها الستيتش دي مرحلة اين مرحلة المجموعات مرحلة مثلا سيمي فاينال وهكذا الماتش دي لو انت حابب تعرضه هنا الستيتس بتاعت الماتش الماتش ده خلص ولا شغال ولا لسه ما بدأش كل دي نقط هنا والجزئية المهمة اول اللي هي الوتي سي ديت هتلاحظ هنا انه موجود عندك وقت الماتش توقيت الماتش نفسه التاريخ طبعا والساعة احنا هنا اللي همنا الساعة لان احنا كده كده هنعرض ماتشات اليوم اللي احنا موجودين فيه فمش هيفرق معنا اليوم في اي حاجة ولكن خلي بالك برضو ان الساعة دي موجودة بتاريخ جرانيتش طبعا هنتعامل معه النقطة دي لو اتحركنا فوق احنا محتاجين كل ده نوصل برضو للجزء اللي فوقيها السيزون ده مش محتاجينه في اي شيء ولا الكمبيتيشن ولا الاريا خلينا نتحرك فوق خالص تلاحظ هنا عندك حاجة اسمها ماتشز وماتشز دي عبارة عن الري اوف الابجيكتز اللي موجودة عندنا هنا تحت فانا هرجع تاني على الفيجوال ستوديو هضيف نفس الشكل ده هقول له عندي هنا او دي تي او يعني هسميه ماتش دي تي او تعالى نشوف بالزبط ايه الكيز اللي احنا محتاجينها بالترتيب هرجع على بوست من ممكن ناخد كل الاجزاء دي احنا محتاجين كل دول كده لحد هنا مسلا سوري ممكن ناخدهم تاني يعني ممكن من اول هنا كده مش محتاجين الاي دي في حاجة ديفهم هنا اول حاجة طبعا الديت والتايم ده محتاجينه فهقول له هنا ديت تايم وهديلها نفس الاسم ده انا دايما باخد اسم البروبرتي من هنا كت علشان بس منساش هنوقفت فين وممكن برضو ندي في هنا سترينج ستيتس هاخد دي برضو كت هنا مش محتاجين الماتش دي في حاجة ممكن ناخد الستيج لو عايزين نعرضها برضو وممكن ناخد الجروب بعد كده كل ده مش محتاجينه عندنا هنا الهوم تيم والاوي تيم فهاجي هنا اقول له محتاج يكون عندي تيم دي تي او اسمها هوم تيم والتانية هيكون اسمها اوي تيم وبعدها عندنا هنا الجزء بتاع السكور فانا محتاج هنا بروبرتي يكون نوعها سكور دي تي او هسميها برضو سكور زي ما هو كتب هنا بالزبط كده سكور هنا وبالتالي مش محتاج كل الباقي ده خالص لان اصلا سكور جواها باقية الفاليوز اللي احنا محتاجينها اخر خطوة بعد كده زي ما عملنا هنا لستاندينجز رسپونس دي تي او هنعمل واحدة زي بزبط ماتشز رسپونس دي تي او فممكن ناخد الجزء ده كده كابي ونروح على الدي تي اوز نزود كلاس جديد اسميه ماتشز رسپونس دي تي او بعد كده هاجي هنا هقول له ده هيكون عبارة عن list of الماتش دي تي او وهسميها مثلا ماتشز بالشكل ده بعد كده هروح تاني على الانترفيز بتاعنا هنا علشان نزود اند بوينت جديدة ممكن ندوبلكت دي وهقول له هنا رسپونس دي تي او وهقول له مسلا جيت طبعا بقى ممكن تعمل هنا برامتر فروم تو ممكن بقى تعمل اجزاء كتير اوه لو انت حابب تعمل حاجة زي كده وهارجع تاني على الجزء بتاع الامبليمنتيشن علشان اكيد يبقى فيه ارور دلوقتي بالزبط كده كنترول دوت هقول له وهاجي هنا زي ما عملنا بالزبط في الجزء ده هضيفه وهنا هغير بس الاند بوينت والبرامترز اللي هو محتاجها هارجع على اند بوينت كان اسمها والمفروض تروح البرامترز بالشكل ده هياخد الجزء ده كابي من هنا وهضيفه هنا جوه الفيزيول ستوديو في الجزء ده طبعا المفروض نوع الداتة اللي يرجع يكون ماتشز رسبونس دي تي او وهنا برضو محتاجين نكتب السينك لكن طبعا مش هنكتب التواريخ بالشكل ده احنا محتاجين نبعد تاريخي اليوم اللي احنا موجودين فيه بغض النظر عنه هو كان يوم ايه فممكن اجي هنا كده اقول له مسلا var date هي equal date time dot today بعدين هقول له dot to string علشان اعمل بالزبط نفس الشكل اللي هو محتاجه مني هناك فهقول له برضو كان عندنا هنا اربعة الواي واتنين ام اللي هما لشهر بعد كده اليوم وهاخد الفارياب اللي ده استخدمه هنا مكان اللي مكتوبة هنا هارد كودد بالشكل ده وهنا برضو هقول له date بعد كده هرجع تاني على البيتج بتاعتنا اتحرك برضو تحت خالص وزي ما عملنا هنا بالزبط ممكن دوبليكت السطر ده هقول له بس ده هيكون ماتشز جي تي او وهنا برضو نفس الكلام ماتشز رسبونس ممكن نمسح دي خلاص مش محتاجينها هعمل دوبليكت للسطر ده واقول له هنا الماتشز رسبونس هي ايقوال السيرفز دوت جيت توديي ماتشز واتحرك فوق هنا علشان نشوف بالزبط ايه التعادلات اللي احنا محتاجين نعدلها احنا هنا في عندنا الرودة المفروض هنا يكون عندنا ديف لكل ماتش من الماتشات اللي موجودة في اليوم ده فممكن ناجي هنا اقول له لو الماتشز رسبونس is not null بتدي نفز اللي هنا فممكن برضو اقول له if in matches response dot matches dot any لو كان في اي ماتشات موجودة في اليوم ده مفروض اقتدي اعرض الماتشات هنا غير كده يبقى المفروض ما فيش ماتشات عندي فممكن مقاقتا نضيف هنا مسلا اتش ثري وممكن نقول له لا توجد ماتشات مسلا او لو توجد مباريات في هذا اليوم مسلا كده تالي الاليف دي زيادة وهنزل هنا هياخد الجزء بتاع الماتش ده كده من هنا cut نمسح الاجزاء الزيادة دي اضيفه هنا تعالنا نشوف بالزبط ايه التعادلات اللي احنا محتاجينها هو هنا كاتب جزء عمل له comment هنمسحه بعدين بيقول لك هنا ده الفريق اللي هو بيكون الهم يعني في رد العالم بتاعه همسحه برضو كل ده كده هنمسحه كده احنا نسينا هنا اصلا نضيف الجزء ده جوه ناخده كده cut ونقول له هنا لكل ماتش موجود جوه الماتش response.ماتشز هضيف الجزء ده بعد كده هنا بالنسبة للجزء بتاع العالم نفسه فهقول له at الماتش دوت بعدين كان عندنا هنا المفروض يكون الهوم تيم دوت المفروض كريست ده اللي كان في العالم ونفس الكلام هنا برضو على ما تذكر كان اسمها تي ال ايه بعدها هنا المفروض نكتب برضو الجروب فهقول له هنا at الماتش دوت جروب زي ما عملنا هناك برضو هقول له هنا replace هربلاس اللي كانت underscore ب space وهنا المفروض نضيف الوقت بتاع الماتش فهقول له at الماتش دوت ممكن نرجع على post عشان بصراحة نسيت كان اسمه ايه كده اسمه utc date فهاجي هنا كده هقول له utc date ولكن علشان اجيبه بتوقيت مصر فهقول له dot to local time فكده هجيبه بتوقيت مصر ده كده المفروض التيم اللي هو الاوي فبرضو نفس الكلام همسح الجزء بتاع الفلاك ده كله كده هنا هقول له at match dot away او الاوي team dot وبعد هنا هنفو ونفس الكلام برضو هنا هقول له tla كده تمام تعال نعمل save مؤقتا لان في بعض النقاط تاني احنا محتاجين نزاودها هعمل save وارجع تاني للبراوزر تعال نشوف دلوقتي النتيجة عاملة ازاي تحت يعني ظريف كده دي مفروض الماتشات بتاعت النهاردة الماتشات دي طبعا كلها لسه ما تلعبتش ففي عندنا ماتش الساعة اتناشر فعلا نتكده توقيت مصر الساعة اتناشر وتلاتة وستة وتسعة ودي الجروبز بتاعتنا فعلا برضو مزبوطة خلينا نشيل من هنا التاريخ لان احنا اتفقنا ان احنا اصلا نعرض ماتشات اليوم اللي احنا ما جودين فيه فمش محتاجين التاريخ في اي حاجة فممكن نرجع تاني على ال visual studio هنا وممكن نوصل لحاجة زي كده عن طريق واحدة من ال updates اللي كانت حصلت في ال.net6 updates بصراحة لانا بحبها جدا فممكن ناخد الجزء ده كده cut وهقول له time only time only dot from date time وهتدي له التاريخ فهو كده بالتالي هيرجع لي الوقت من غير التاريخ تعال برضو قبل ما نعمل save نرجع نشوف هل في اي تعادلات تانية محتاجينها ممكن انا محتاجين شوية بادن شوية فوق اسم الجروب هرجع هنا تاني اسم الجروب كان موجود عندنا في الجزء ده اقول له هنا مسلا بادن تب تلاتة تعالا نعمل save لحد اللحظة دي ونشوف الشكل بعمل ازاي يعني اعتقد كده الشكل افضل ولكن هو هنا مقسمها ستة وتلاتة وتلاتة احنا ممكن نزود جزء برضو هنا عندنا ممكن نزود النتيجة بتاعت الماتش نفسه فممكن نخلي داية اتنين واتنين واتنين وممكن هنا كمان نزود حالة الماتش هل الماتش دا شغال او مسلا لسه مبدأش او انتهى ممكن برضو نزودها هنا فاحنا دلوقتي محتاجين نزود تلاتة هرجع تاني على هو هنا بديلها ستة انا هخلي دي اتنين وهاجي قبلها هنا برضو هضيف تاني كده وهاجي هنا برضو هديره نفس اللي هو ده عشان ياخد برضو وجوه هنا هضيف نتيجة اللي هو كان الهوم فممكن ناجي هنا كده اقول له ات وبعدين عشان احتاج هنا اكتب ترني لأوبريتور لان زي ما اتفقنا لو كان الماتش لسه مبدأش هتبقى نتيجة لسه مش موجودة هتبقى نال فاقول له هنا لو الماتش دوت سكور دوت الفول تايم بتاعك دوت هوم لان احنا دلوقتي في التيم الهوم لو دي كانت بنال ده معناها ان الماتش لسه يعني مبدأش ممكن نضيف مكانها داش غير كده هنضيف لسكور نفسه فعلا بتاع التيم ده هضيفه هنا كده ونفس الكلام ممكن ناخد الديف ده نضيفه بعد الجزئية دي هنا كده نخليها هنا تعال نعمل كده ونشوف الشكل عامل ازاي بس قبل ما نعمل دي قوي المفروض عشان ما ننساش برضو ونطلق بط خلي دي قوي نعمل دلوقتي وارجع براوزر نبص تحت خالص تحرك تحت اتلاحظ دلوقتي فعلا عندك هنا فيه داش ده ان كل الماتشات دي لسه اصلا ما بدأتش ولكن طبعا مكانها مش مزبوط احنا محتاجين مكانها هيكون هنا كده في النص بالزبط سواء كان هوريزونتل او طبعا ممكن نوصل لحاجة زي كده اصلا عن طريق بوتستريب هارجع هنا تاني ممكن ناجي هنا اقول له داش كونتنت داش سنتر ده كده هيخليها سنتر هوريزونتل وهقول له داش ايتمز داش سنتر ده كده هيعملها فهاخد دول برضو من هنا كده تعال نشوف دلوقتي الشكل عامل ازاي واضح ان الشكل بتاعنا ما تزبطش ده لان دول اصلا مش موجودين جوه هتاجين مسلا نخلي دي كمان عشان يكون شكلها اكبر شوية كده ونفس الكلام هنا برضو ممكن نضيفها جوا اتش سري اتش سري اعتقد كده مفوت الشكل يكون اتزبط واضح برضو ان الشكل عندنا مش مزبوط طيب خلينا نعمل هنا كده ونشوف الزبط المشكلة فين احنا هنا قلنا له جستفاي كونتنت سنتر والاين ايتم سنتر للاتنين مش شغالين ده علشان هنا محتاجين نقول له اكيد ديسبلاي فلكس الاول تمام كده اتزبطت هنا فهارجع تاني عا فيشوال ستوديو هقول له هنا دي داش فلكس اللي هي ديسبلاي فلكس وضيفها هنا برضو مفروض كده يكون الدنيا مزبوطة هرجع على براوزر كده جميل جدا وصلنا للشكل اللي احنا محتاجينه ولكن تعال برضو نتأكد ان احنا لو رجعنا اليوم تاني هيكونوا عارض فعلا للنتائج بشكل مزبوط ممكن نرجع هنا نضيف حاجة زي كده بادينا ممكن هنا مسلا اقول له اتحرك بس هنا ممكن قبل توداي دي ممكن اقول له ممكن نرجع مسلا لماتشاط اول امبارح علشان نشوف ماتش السعادية هقول له تعال نعمل ونرجع تاني على براوزر تحرك تحت كده النتائج مزبوطة السعادية كسبت الارجنتين اتنين واحد فعلا وتونس تعادلت مع الدانمارك ودي نتائج فعلا بتاعتنا كده مزبوطة خلينا برضو نجيبي يوم ما كانش فيه اصلا ماتشاط ممكن نرجع مسلا هنا خمس ايام نعمل تحرك تحت هنا قال لي لا توجد مباراة في هذا اليوم ولكن طبعا برضو مكانها مش مزبوط قوي فممكن هنا نقول له برضو كده هتبقى مزبوطة جميل هارجع تاني هناك الجزء اللي احنا قلنا له لو ما فيش كانت موجودة تحت هنا كده اهي هقول له تكست داش سنتر ممكن كمان نخلي لونها مختلف ممكن نقول له مسلا دينجر عشان تكون لونها احمر تعالى نشوف كده الشكل عامل ازاي يعني اعتقد كده الشكل افضل خلينا نرجع تاني اليوم اللي هو كان هنا وهنا الورنينج ده ان هو شايف ان دي ممكن تكون فممكن اخلي كل دول كده وهنا كمان كده وبالتالي برضو محتاجة اروح على الانترفيس نفسه اعدل الجزئية دي كده هنا وهروح على برضو اعمل لها تعديل سريع هنا كده فكده كل الورنينج اللي كانت موجودة عندنا اتمسحت تعالى نشوف بالزبط محتاجين نعدل اي تاني احنا هنا عندنا التوقيت ده المفروض الجروب وبعد كده حرف الاكس بعد كده التوقيت ممكن ممكن هنا نكتب تحته حالة الماتش نفسه هل الماتش ده لسه ما بدأش او انتهى او شغال في الوقت الحالي فممكن هنا مسلا نقول له اتش فور بعدين برضو محتاجة اكتب هنا ترنري افريتور هقول له لو كان الماتش لوت ستيتس كان اسمها ستيتس تقريبا ستيتس لا مش ستيتس لا هي دي لو كانت ستيتس بتايكول تعال نبص كده نشوف دوني عامل زي اصلا في بوستينان هنا كان فانشت ده لو مموتش خلص يبقى هقول له لو كانت فانشت اكتب لي انتهت بالعربي غير كده لو كانت الستيتس دي بتايكول ممكن نرجع برضو هنا يوم ورا ممكن مسلا نجيب يوم اربعة وعشرين عشان تكون الماتشات لسه ما تلعبتش اصلا شوف شكلها بزد بيكون مكتوبة ازاي هتحرك تحت هنا كده شوف الماتشات تمتش مسلا لسه ما بدأش مكتوب عليه تايمد فده معنا ان هو هيبدأ في معاده فهاخد برضو الكلمة دي هضيفه هنا واقول له لو كانت مكتوبة دي يبقى انت هتكتب لم تبدأ مسلا غير كده يبقى الماتش شغال فهقول له دلوقتي جاري الان مسلا تعال برضو نرجع تاني على خلينا نبص على الجزء على اللي كنا نتكلم عنه اهو تلاحظ عندك هنا ان الهوم والقوي عشان كده خليناهم نلبوا لعندنا فهارجع تاني على نعمل سيف ونروح على البراوزر تلاحظ دلوقتي هنا حالة الماتش الماتشات دي انتهت فعشان كده هنا مكتوب انتهت خلينا مسلا نجيب الماتشات بتاعة بكرة كانت موجودة عندنا هنا كده هنمسح الجزء ده نعمل سيف ونرجع تاني على البراوزر هتلاحظ دلوقتي ان الماتشات دي لسه ما بدأتش في المكتوب عليها لم تبدأ ولو كان الماتش طبعا شغال كان هيبقى مكتوب جاري الان مش هنقدر طبعا نتاست دي دلوقتي علشان مفيش ماتشات في الوقت الحالي. اخر خطوة زي ما عملنا مع التابل رو ممكن برضو هنا نعمل يكون موجود جواه الجزء ده اللي هو الجزء ده كده بالكامل. هرجع تاني هنا على الفيزيول ستوديو. هاروح على الكمبوننتس. هقول له اد ريزول كمبوننت. وهسميه ماتش رو. زي ما عملنا بالزبط المرة اللي فاتت. وهاجي برضو هنا اقول له ان انا محتاج بارامتر. بعدين هنا هعرفوا نوع البرامتر ده. يكون نوع هنا ماتش. ممكن نسميه ماتش. وهارجع تاني على البيتج بتاعتنا. هياخد كل الجزء بتاع الماتش ده اللي هو موجود كل الجزء ده كده. هاخده من هنا كده كت. وهارجع اضيفه هنا. بعد كده منتهى البساطة اقدر اجي هنا اقول له ماتش رو. اقول له هنا الماتش هي ايكول الماتش اللي انت بتعمل عليه لوب. وبالتالي هنا محتاجين بس نعمل الكل الاجزاء دي كده. هنربلسها بماتش اللي هي البروبرتي لتحت الامي كابيتل. تعالى دلوقتي نعمل سيف اول. ونبلد الابليكيشن مرة تانية. هارجع تاني على البراوزر. تأكد ان كل شيء شغال معنا زي ما كان سليم. كده الدنيا مظبوطة. كده وصلنا النتيجة اللي احنا كنا محتاجين نوصل لها. هشوفكم ان شاء الله فيديوهات جاية. وبكرر شكري مرة تانية للشاب الجميل اللي كان عامل الفيديو اللي احنا اشتغلنا اشتغلنا. 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 اشتغلنا.